نظمت الفنانة الفلسطينية رحاب نزال معرضا عالميا في مدينة قتنو على بعد بضعة أميال من البرلمان الكندي تحت عنوان رقصات المقاومة فننظر ماذا تركت لنا هذه الفنانة إحاب نزال هي فنانة فلسطينية تركز أعمالها على الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والصوت لتسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وعنف الحرب والاستعمار وقد تم عرض عمل نزال في كندا وعلى الصعيد الدولي في عدد من المعارض الجماعية والفردية بما في ذلك معهد البادئة للفن المعاصر في تورونتو ومعرض فنون كارش ماسون في أوتوى ومعرض خليل سكاكيني في رامالله ومعرض الفن في ميساساقا ومتحف سان فرانسيسكو الحديث للفنون وهي حاليا طالبة الدكتوراه في جامعة ويسترين في لندن أنتاريوم تحمل نزال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة رايرسون في تورونتو ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق في سوريا حصلت على جوائز ومنح دراسية من جامعة ويسترين وجامعة رايرسون وجامعة أوتوى فضلا على منح من المجلس الكندي للفنون ومجلس الفنون في أنتاريو ومدينة أوتوى وكذلك من مجلس البحوث والعلوم الاجتماعية الإنسانية رقصات المقاومة ذلك المعرض الذي عرضت فيه بعد سنة من العمل الميداني في فلسطين تخلى لها لهذا العمل الجديد إصابة لرحاب نزال بجروح في بيت لحم عام 2015 لجمع معلومات لهذا المعرض تمكنت رحاب نزال من دمج الصوت والفيديو والتصوير الفاتوغرافي وإيجاد موارد لخلق بيئة غامرة تتحدث عن الظروف التي يواجهها الفلسطينيون اليوم على الرغم من أن العمل الوثائقي إلا أن لرقصات المقاومة تذكير بالواقع الحي سيتم عرض جميع الأعمال المدرجة برقصات المقاومة للجمهور للمرة الأولى في مدينة أوتوى